إلهي رجعت بذل افتقار بخوفي بضافي بدمع كسار رجعت أبو إليك بسيري وأنت العليم بكل السرار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموفق لعبده إلى حسن العمل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأكرم الأجل وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه أما بعد أيها الإخوة المشاهدون من بداية الهداية التي يظهر الصدق على صاحبها في عمله ووجهته وصدق طلبه لمرضات ربه أن يخرج من هذه الهداية بالعمل بكل ما يتعلم وبكل ما يسمع وبكل ما به ينتفع فيكون القصد الأساسي في وجهته إلى الله سبحانه وتعالى رضا الله تعالى وهو مخلصا لله تعالى يظهر ترجمة ذلك في عمله بمرضات الله تعالى وأخذه بما يقربه إلى الله تعالى حيث أمكانته الفرصة فليبادر ولينتهز ما كان في باطنه وقلبه من باعث الخير حتى تكون بداية صحيحة يتوجه بها وينطلق في ضمنها إلى السير إلى الله سبحانه وتعالى وأما من لم يعرف هذه الحقيقة فكان في وجهته وطلبه للعلم واستماعه إلى مثل هذه الحلقات وهذه البرامج التي هي من معاني ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي طلبه للعلم عموما أنه مجرد أن يعلم أو أن يستمع أو أن يجمع من صور العلم ومسائله ثم لا يظهر منه شيء من ذلك في سلوكه فإن هذا لا تحمد عقباه بل ولا يسمى صاحبه بعالم ولا سالك إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة إنما العلم الذي يسمى علم الذي يأخذه صاحبه ليعمل به وليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقواه فلأجل هذا إذا سمعنا عن طلب العلم وما يرغب في ذلك مما جاءنا من الآيات والأحاديث النبويات عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليكن ذلك دافعا لنا ومؤثرا لنا إلى العمل وإلى أخذ هذا العلم وطلبه امتثالا لما أمرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ننوي مع هذا الطلب العمل بذلك فهذا هو حقيقة العبادة وأما من نسيه لمجرد العلم أنه مجرد الرواية لأجل أن يروي أو أن يعلم أو غير ذلك فيخرجه عن حقيقة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وينسى قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما ورد عنه من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا والعياذ بالله تعالى زيادة الهداية بزيادة العلم هي حقيقة العمل بكل ما علمه وذلك هو الهداية وأما مجرد العلم وبعد العلم العلم ويتعلم ويحصل من ذلك ما يحصل ثم لم يظهر له أثر في سلوكه لا في جوارحه ولا في قلبه ولا في إحسان معاملاته في عباداته إلى الله سبحانه وتعالى فما هذا العلم وأين مظهر العلم وأين حقيقة العلم والعياذ بالله تعالى إنما يكون بهذا الوصف حجة على صاحبه لا حجة عليه فهو لا يزداد بذلك خدا ولا قربا ولا نورا ولا أثرا لحقائق العلم عليه ولا على من حواليه ولا على أهله ولا على من يعيشه والعياذ بالله تعالى وذلك هو العلم الذي لا ينفع وقد استعاذ منه النبي المشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما جاء في تعوذه أعوذ بك من علم لا ينفع والعلم الذي لا ينفع هو علم هو العلم الشريف لكنه لم يكن دافعا لصاحبه لسلوك سبيل الإرادة ولم يهتدي بحقيقة الهداية إلى الله سبحانه وتعالى فكان مجرد روايات ومجالس وأعمال وصور لا حقيقة لها في قلب هذا الإنسان بل وربما والعياذ بالله تعالى أن يكون منافيا في سلوكه لهذا العلم وليحقيقته فربما يطلب من يطلب العلم بهذا الوصف وبهذه الصورة أعذن الله وإياكم من ذلك ثم هو مقارف لمعصية الله تعالى أو مصر على مخالفة أمر الله تعالى وهو عالم بأمره وبنفسه وبسلوكه والعياذ بالله تعالى فلا يطلب العلم لذلك وليست هذه هي الهداية إنما الهداية بنور العلم والأخذ به والعمل به هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نأخذ فاصل ثم نعود إلى استكمال هذه المعرفة في هذه الحقيقة عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه أهلا وسهلا بكم نجد بكم الترحيب واللقاء في متابعة هذه الحلقة من برنامجنا في بداية الهداية حيث قد تذاكرنا أن المقصود من هذا العلم ومن هذا الخير ومن هذه الحلقات ومن هذه البرامج التي هي معاني مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أننا نأخذ بالعمل بذلك فإذا كان الصدق في باطني وقلبي كل واحد مننا ناقذ هذه العمال وهذه السنن والأهداب المروي عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ترتيب أوقاتنا وفي برنامجنا في يومنا وحركاتنا وسكناتنا وعباداتنا ووجهتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بعد أن نتعلم ذلك في مثل هذا البرنامج نحن وإياكم فنجرب أنفسنا هل تقبل نفوسنا العمل بذلك هل تنشرح صدورنا بالعمل بذلك هل يدخل فيها أثر النور والهداية إلى القلوب وإلى البواطن حتى ينشرح الإنسان بذكره لله تعالى وعبادة لله تعالى على وفق المتابعة لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن وجدنا ذلك في بواطننا فذلك هو الصدق في الهداية وإن لم يكن شيء من هذا والعياذ بالله تعالى فما هذا العلم وما هذا التذكر وما هذا التذكير وما هذا الخير الذي صورته هذه الصورة في هذا الإلقاء وفي هذا العمل وفي هذا الاستماع ثم لم يظهر له أثر في سلوكنا والأعمالنا والعياذ بالله تعالى فهذه هي الحقيقة في معنى ما سمعنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا فإذا سمعنا بسنة من سنن نبينا وأدب من آدابه فلنخاطب أنفسنا بالعمل في ذلك فإن المتوجهين إلى الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى أقسام في تعلمهم وفي طلبهم للهداية وفي معرفتهم لهذا العلم الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمنهم أهل المرتبة الصادقة العليا الذين هم يقصدون الله تعالى وهم أهل الهداية الصادقة الذين يتعلمون ويعملون ويريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ومنهم قسم آخر يعرفون أن هذا شرف لكنهم لا يحسنون هذه الوجهة وربما يسيرون في حركاتهم وفي سلوكياتهم بتقصير في حسن الوجهة إلى الله تعالى فهم على حال يختلف عن الدرجة الأولى وقسم ثالث آخر والعياذ بالله الذي هو في محل الخطر من يخذ هذا القرآن وهذه السنة والآداب المروية عن نبينا صلى الله عليه وآله 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 الذي يري من نفسه أنه يتعلم وأن شرف العلم وأن فضل القرآن وغير ذلك لكنه على حالة سيئة والعياذ بالله تعالى فلنكون من أهل الفريق الأول والقسم الأول ولنحذر أن نكون من الثاني وأشد الحذر أن نكون من أهل الوصف الثالث والعياذ بالله تعالى فذلك هو الهلاك بعينه ولا فضل لعلم ولا لخير على هذا النحو والعياذ بالله تعالى فتلك حالات من يتوجه لطلب هذه الهداية فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم والجميع المتوجهين والراغبين والسائرين في سبيل طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى أن نكون طلبنا وقصدنا الحق سبحانه وتعالى والدار الآخرة وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على حسن الاستقامة على هذا العمل ويحفظنا الله إياكم من كل زيغ وضياع وزلل إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن اليك فراري أنا من عثرت مرارا بدربه ومن لي سواك يقيل عثاري ومن لي سواك يغفير ذنبي ويا قبال يا رب مني عثاري